حاجة تانية اللي عايز اقولها في عجالة برضو النهاردة او اول اول امبارح كانت ذكرى مقامون الشناوي ذكرى رحيم مقامون الشناوي ومقامون الشناوي واحد من عظام وكبار شعراء الاغنية المصرية صاحب مدرسة في الشعر الوطني والشعر الرومانسي وليه اغنية الحقيقة يهمني ان انا اخرج بها فاصل بس عايز قبل ما اخرج فاصل اقول لكم انه ميزة وقيمة بما انار بنتكلم عن قيم الجمالية للانسان والقيم التي يجب ان تتوفر في البني ادم لانه يبدو لي انه المصريين حصل فيهم حاجة يعني اتخبطوا على رأسهم رغم ما تفعله الحياة الدولة في انها تعيد بناء الانسان وتعيد بناء الشارع اما تلاقي الشارع نظيف وكباري وارصفة وانارة وكهراء مفروض يعني دا يديك انك عايش في بيئة وقضاء العشوائيات بتلاقي بيئة نظيفة فالمفروض انت تتماها وتتصق مع هذه البيئة نظيفة وتكون نظيف من جوا من برد فانا الحقيقة مأمون الشناوي كان من الناس اللي في جيبه مش ليه معروف يعني حتى كان يقابل اي متساور يطلع اللي في جيبه ويقول له اتى سماك ايه فانا يقول لهم عبده يقول له عبده دول مئت جنيه تعرفهم او دول خمس جنيه بقى مصلا اتفضل يا عبدو اتعرف هم يديرو الخمس جنيه اما عمون الشناوي هو اللي قدم سيد مكاوي للصاحة الفنية عمون الشناوي هو اللي قدم بليغ حمدي لامو كلسوم وعمل معها أنساك ويوم وليلة وضارة الأياق من اجمل عمون الشناوي هو اللي قدم سيد مورسي وبردو بسواني شه�� ترجمة نانسي قنقر